أكدت سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أن رؤى وتطلعات القيادتين الحكيمتين في مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تدعم الشباب في جميع المجالات ليكونوا قادرين على إبراز طاقاتهم وقدراتهم الإبداعية التي تصب في مصلحة تطور وارتقاء أوطانهم جاء ذلك في كلمة لسعادة النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى خلال افتتاحها جلسة محاكى لألية المناقشات البرلمانية شارك فيها وفد شبابي إماراتي تستضيفه الأمانة العامة للمجلس من خريجيات دفع الأولى من برنامج البرلمانيون الشباب والذي تنظمه مؤسسة وطن الإمارات بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب وذلك برئاسة سعادة سيد ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطن الإمارات وبمشاركة ممثلين عن المؤسسة الاتحادية للشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وأشارت الدكتور الفاضل إلى اهتمام مجلس الشورى بمملكة البحرين بأن يكون مساهم في تحقيق الأهداف التي يسعى إليها برنامج البرلمانيون الشباب مبينة أهمية دعم الشباب وتهيئتهم للانخراط في مجال العمل التشريعي والديمقراطي والعمل على احتضان مبادراتهم وأفكارهم من خلال الحوار المفتوح الإيجابية من خلال مشاركتي اليوم في مجلس الشورى لجلسة المحاكاة لآلية العمل البرلماني مع الوفد اللي جاي من البرلمانيين الشباب من دولة الإمارات الشقيقة طبعاً هذا شفنا المدخلات القيمة اللي كانت من الشباب والشابات الموجودين واللي يعكس فعلاً مستوى الوعي والثقافة لديهم ودرجة التدريب اللي كان يتلقون في دولة الإمارات خلال هذه الجلسة فعلاً التمسنا التطور في المداخلات الشبابية ونظرتهم المستقبلية وكيف راح إن شاء الله يكونون شباب واعدين برلمانيين سياسيين في المستقبل اعتزل اليوم باستضافة وفد من الشباب الإمارات اللي مشرفنا اليوم استمعنا في جلسة محاكاة إلى نماذج مشرفة وهذا تفعيل للتعاون ما بين الدولتين في دعم وتمكين الشباب ما لمسنا اليوم من بناتنا وأبنائنا شيء يميز شيء يثلج الصدر الشكر يعني موصول لمجلس النواب ومجلس الشورى على دعمهم وتسهيلهم الإجرات ومملكة البحرين اللي هي عزيزة على قلوبنا المناقشة والمحاكاة اللي صارت ما بقول إنها محاكاة ولكن بقول إن هي جلسة برلمانية صحيحة قائمة على حقائق أرقام بحضور النواب والجميع السعادة والحضور اشتركوا في القناة